استعرض مع حضراتكم كم خبر من الأخبار في استقبال ضيف بحريني مهم هو مستشار جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين الشقيقة توافق مصري بحريني على تعزيز التنسيق بشأن مواجهة التحديات ايه التحديات اللي ممكن تبقى موجودة بين مصر والبحرين؟ اعتقد ان على رأسها قطر وكم كانت تغرد خارج السرب فاعتقد انه اعادة قطر للمصار العربي اللي في مصلحتها ومصلحت كل جرانها اعتقد يكون يعني على رأس المباحثات لكن هنكون يعني انا بتسأل لكن هنعرف ده في تفاصيل الأخبار جلالة الملك حمد بن عيسى شخصية حكيمة شخصية هادئة شخصية يترك لها الكثير من مساحات تقارب وجهات النظر عشان تقوم بهذا الدور الخبر اللي بعد كده احب استعرضه مع حضراتكم عن رئيس مجلس الوزراء الحكومة حريصة على دعم شركات القطاع الخاص المحلي والعالمي استقبل النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس شركة كوكا كولا والتي تنتوي الاستثمار في مصر في الخمسة السنوات القادمة حوالي مليار دولار يعني غير ما استثمرت به قبل ذلك والرئيس أشاد بهذه الشركات اللي هي شركات القطاع الخاص لأنها توفر فرص عمل لأولادنا هنعرف برضو تفاصيل أكتر في فقرة تفاصيل الأخبار طريق الكباش الجديد يرى النور غدا بإذن الله بكرة تبدأ فعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك العظيمين واعلان الأقصر متحفا مفتوحا ومدينة سياحية أثرية بالدرجة الأولى يكون معنا تفاصيل عن هذا الخبر وهذا التوقع إن شاء الله لإحتفالية كبيرة ضخمة يتحدث عنها العالم مرة أخرى وتزيد من حجوزات الشتاء الحالي مش هقول القادم لأنه بدأ بالفعل حجوزات الشتاء السياحية بالنسبة جيدة جدا الحمد لله إن شاء الله نعدي المية في المية بعد هذه الاحتفالية لأن احنا لسه عندنا شوية في نوفمبر خمسة أيام عندنا ديسمبر كله يناير كله فبراير كله حتى مارس سكون الجو جميل جدا في الأقصر ومعتدل وصالح لاستقبال الوفود السياحية من كل أنحاء العالم أخيرا في استعراض الأخبار شبكة إعلامية أمريكية عن حفل طريق الكباش مصر تبهر العالم بإحياء ممر عمره 3000 عام ده كلام الأمريكان مش كلامنا هذه المجلات والدوريات الإعلامية الأمريكية يعني بيكون لها صدى كبير جدا وتأثير على شركات الوفود السياحية وعلى الأفراد الأمريكان اللي بيحجزوا أو إذا كانت الشبكات دي معروفة طبعا في العالم كله فبيكون فيه تأثير على الزوار وبيكون يعني حجزاتهم بتزيد إن شاء الله لمصر يعني آخر حاجة أقولها لكم قبل ما نختم استعراض الأخبار النهاردة بنعمة ربنا بدأنا صوم الميلاد المجيد المفروض إن هو يبتدي بكرة لكن النهاردة باعتباره صوم بدرجة أعلى من صوم الميلاد لأن النهاردة صوم الأربعة والجمعة درجة أعلى وفيه تهنئة من قدسة البابا النهاردة بصوم الميلاد المجيد اللي بيستمر حتى السادس من يناير عام 22 إن شاء الله كل سنة وحضراتكم بألف خير وبركة ودايماً يا رب فرحانين ومستعدين يعني تتمتعه بسلام القلب وهدوء النفس وصحة الجسد تعالوا معنا نروح لتفاصيل الأخبار